مرحبا برج الدلو أهلا فيكم في قراءتكم العمل ثمانية السيوف خرجت من سجن عقلي سجن نفسي أكثر من أن يكون سجن حقيقي دائما كنت تعتقد أن الحياة صعبة أن الفرص ضئيلة أمامك كنت تحس بطاقة سوداوية يا برج الدلو في السابق ولكن مقبل على فترة انفتاح سبعة الأكواب لأن سبعة هو رقم الانتظار شوف من بعد سجن ومن بعد ما مريت فترة فيها احتمال أنك كنت عاطل عن العمل الفرص قليلة ونادرة أمامك تبحث عن الفرص ولكن ما تجدها رح يكون في انفتاح شفت السد لما ينفتح لشان يكون الضغف قوي هاي الدرجة يكون الانفتاح في حياتك وفي الفرص حتى اللي أمامك جدا قوية والمفعول ما لها قوي ينفتح كل شيء أمامك مرة واحدة حتى لجرجة أنك تتشتت عندك في الفترة القادمة من بعد الانحصار الكثير من الأفكار الكثير من المشاريع وحتى الكثير من المسؤوليات الكثير من الزبائن حتى الكثير من الأشخاص اللي يطلبون اهتمامك اللي يعرضون عليك فرص اللي يعرضون عليك أن تعمل معاهم تعمل من أجلهم الأموال بالمختصر مشاريع كثيرة من بعد فترة تركوديا برج الدلو وننهي جانب المشاريع أو حتى الوظيفة بتربعك على عرش الأرض ونطاقتك هوائية ولكن طاقة الأرض هي طاقة الأموال النجاحات رح تحقق شوف في أبراج تمر بنمو بطيء أو نمو خلي نقول موزون نوعا ما يكون نموهم متدرج برج الدلو بما أن أنت الماستر أو رئيس المجموعة الهوائية فشي طبيعي أن قفزاتك في الحياة رح تكون أيضا قفزات طبيعتها هوائية مو قفزات صغيرة في تدرجك في السلام الوظيفي يعني يوم تكون موظف عادي مرة وحدة يقع عليك الاختيار عشان تترأس مجموعة كبيرة أو مشروع كبير عندك هاي الطاقة عاطل عن العمل مرة وحدة تبتدي مشروع بسرعة تصعد فيه بسرعة يصير أمامك صيد بسرعة تقع فيه حتى عجلت هاي المسئوليات وتأسس لنفسك اسم أشوف هنا برج الدلو من بعد فترة غياب وانقطاع وهدوء وسكون ركود حتى صار لك فترة يعني كأنه مهني حتى تحجرت وايد صار لك تنتظر رح في الأخير يبتدي من شهر سبعة أشوف حتى هاي الطاقة من شهر ستة وخمسة ابتدت عندكم انه يطلع لك صيد اسمك يبين بين الناس الناس تبتدي تعرف اسمك تسأل عنك من هذا مالك المشروع من المسئول عن تنفيذ هذا المشروع الناجح يسألون عنك بالاسم يا برج الدلو مرحلة جدا جميلة مقبل عليها في حياتك العملية خلا نشوف جانب الأموال تائما جانب الأموال رح يكون مرتبط نوع عما بجانب المشاريع والتطورات في الحياة العملية عندك فارس النار الفارس السريع مسئوليات كثيرة لازم بسرعة تنتقل من مسئولية إلى اللي بعدها بدون حتى ما تفكر بدون ما تاخذ وقت طاقة النار الأفعال كأنما اهني رسالة لك من أجل انه انت ما تفوت أي فرصة أنا مثل ما نقول الفرص كالسحاب انت بحتاج مو انك ترفض أي عروض عمل وإنما حاول ان تقبل قد اللي تقدر اقبلهم كلهم ولكن تنفيذك خلا يكون سريع في المشاريع عشان تحصد الأموال أشوف يني برج الدلو انك ما رح تحصل على الأموال اللي ترغب فيها إلا لما تنفذ المشروع فاجبر نفسك ان انت تعمل سريعا ما تعلق في طاقة الهواء طاقة التفكير وطاقة التخطيط عندنا أربعة الأكواب أبدا مو شرط انك أولويات رقم أربعة هو دائما يعني لي الأولويات تشوف إذا انت هنا يا برج الدلو وإن كانت أشوف هنا الأموال بما أنه عندنا طاقة الماء الأموال قاعدة تنضخ في حياتك بشكل مستمر في الفترة القادمة يعتمد على المشروع اللي تمسكها عندك كثر من الخيار هل تتوظف هل تعمل عمل خاص أو الأثمين ولكن الشي اللي تعطيه اهتمام في الفترة القادمة اختيارك مهما كان اختيارك ترى هل المشروع أو هل عمل الخاص هل الوظيفة الثابتة اللي تعطيه اهتمامك انزين وهو اللي رح يعطيك المردود المالي الأكبر مجرد انت يجب ان تختار لا ترفض الكل ولا تقبل الكل خليك تنتقي بما انه هنا عندنا مثل السد اللي رح ينفتح امامك سد البراشر او التدفق مالي عالي تدفق الفرص فخليك تنتقي عشان تقدر على الاقل تركز في تنفيذ المشاريع وبعدين تأتيك هنا قاعد اشوفك تعمل كمال محصل المحصل تحصل او تجمع الاموال ستمر في الفترة القادمة بفترة اتحس انك قاعد تبني نفسك من الصفر لان هذه هي طاقة التلميذ المراهق الصغير في السن فمهما كان عمرك او نضوجك حتى في الفترة القادمة لا ابدا عندنا اربع رقم الاساس لا تفكر ان انك مثلا في السابق يا برج الدلوك دائما تبذر في الاموال فمعناتها تضطر انك ايضا في الفترة المقبلة تتعامل مع نفسك بنفس الاسلوب لا حتى لو انت كنت مثلا غير مسؤول ماديا ماليا كنت من النوع اللي وايدة تبذر كنت من النوع اللي ما توفر لكثير من الاموال مهما كانت اهني طباعك تصرفاتك المالية اللي يجب ان تغيرها غيرها كنت شجاعا بما فيه الكفاية ان انت تحصل اموالك اذا احد مدين لك بالاموال حصل اموالك هني عندك طاقة عدم التنازل عدم الحياء حتى دائما المراهقين لا يتسمون بالخجل يعبروه عن رغباتهم عدم الخجل من تحصيل اموالك في الفترة القادمة انزل ننظر الى جانب الدراسة اذا كان عندنا احد منكم فيه او يتطلع الى هاي الجانب عندنا ثلاث الخماسيات اكثر كرت لحد الان تكرر في كل قراءات شهر يوليو يختلف معنا باختلاف وضعه في القراءة ولكن هذي طاقة جميلة بغض النظر وين ما تكون طاقة جميلة ملك الارض وراها وعشرة السيوف رح اقول لك النصيحة في الاكاديمية خلي نقول او في الدراسة برج الدلو احنا وانت اكثر واحد رح تستوعب كلامي لما اقول لك احنا نمر بفترة التسعليم فيها نفسه يتغير مضى الطلبات السوق بعد ما تدرس وتضيع من عمرك ما بقول لك ضيع من عمرك ولكن تمضي من عمرك ثلاث اربع سنينة واكثر تدرس تخصص معين وتجتهد تتوقع ان انت خلاص حققت نفسك وحان الوقت عشان تحصد الاموال وتأتي لك الوظيفة سوق العمل تغير قاعدين مو بس يطلبون التحصيل الاكاديمي والتفوق الاكاديمي هو اساس نعم ولكن هو مجرد طرف واحد في المعادلة المعادلة فيها ثلاثة اطرار ثلاثة اطراف التفكير بابداع سوق العمل يحتاج اشخاص دائما عندهم تفكير مستقل وهذه هي طبيعتك فلا تقلق من هاي الجانب التفكير الابداعي هو من اطباع الابراج الهوائية ما هو العامل الثالث اللي يجب ان تأخذه بعين الاعتبار سوق العمل اصبح مو فقط ينظر الى تحصيلك الدراسي حتى لو ما كنت متفوق ينظر الى خبرتك بتقول لي انا حين توني قاعد اعمل على التحصيل الدراسي اشلون تسأليني عن الخبرة النصيحة لك ان مهما كان التخصص اللي انت فيه حاليا حاول وانت قاعد تدرس لا تقضي وقتك فقط في الدراسة استغل فترة الاجازات اللي ما بين الفصلين اجازة الربيع اجازة الصيف في ان تحصل على تدريب حتى لو كان تدريب من غير مردود مادي او بمردود مادي جدا زهيد الطاقة عندك هني خلال شهر يوليو وحتى في الفترة القادمة تغير ترسوق العمل لازم تدعم دراستك الاكاديمية بخبرة عمل ومو اي خبرة عمل خبرة عمل قوية تساعدك بكرة على ان انت تكون من اوائل المرشحين للوظيفة لا تحتقد ابدا انك خلاص وصلت لانك حصلت على الشهادة مجرد اول عتبة في طريقك دعم شهادتك بخبرات بتدريب اذا انت مثلا تدرس شي تعليمي حاول انك تحصل على تدريب في مؤسسة تعليمية بغض النظر احصل على تدريب انت اللي محتاج للتدريب هذه هي الرسالة لك عشرة السيوف انت على وشك انت تخرج لا تتخرج وبعدين تضطر انت تعامل مع هاي الحقيقة بعدين تحس ان ضيعت مثلا وقت الاجازات الصيفية فقط من دون ان تجهز نفسك انت محتاج شوف عندك انتقال لان العشرة هو الاكتمال رح تنتهي من الصعوبة الاكاديمية ولكن مقبل على سوق عمل زاد فيه التنافس ويطلبون حين متطلبات غريبة عجيبة مو فقط شهادتك وبعد يبون خبرة جهز نفسك قبل ما حتى هم يسألونك انت عندك ملك الارض انت اذا سويت هذا الشيء النقطة اللي قلت لك عنها يا برج الدلو رح تصير تصير كامل والكامل الله سبحانه وتعالى كامل في نظر اللي ينتقون احنا ليش نتعلم دائما نكون نتوقع مستقبل نجاح وظيفة تنتظر هذا الشيء سو هذه النصيحة لان انت هنا رح تكون مسلح بكل الموارد كل الشروط اي مكان عمل تذهب اليه اذا عندك شهادة وتوك متخرج وايضا عندك ولو ستة شهور خبرة عمل انت خلاص واذا كنت تقدر تعمل وتدرس في نفس الوقت افضل وافضل انت تكون في قائمة الافضل ترى في نظر اللي يوظفونك هذة هي الرسالة لك في الناحية الدراسية خلا نشوف جانب الهجرة عندنا السيف الصغيرة واميرة السيوف هذا هو كرتك يا برج الدلو شوف في تأخير في امنيتك في تدخلات خارجية للأسف انت ارغب في الهجرة في عوامل خارجية غير عادلة ما باقول لك عادلة لا لان عندنا سيف المراهق غير عادلة اهي اللي قاعدة تأخرك عن حلم الهجرة وانك تبتدي حياتك قاعدة اشوف هني برج الدلو ويقول له انا بس اهاجر الى الدولة الفلانية رح تكون عندي عصى الساحر كل احلامي رح اقدر اني فعلا انفذها كل طموحاتي رح تكون سهلة المنال وكلامك صح يا برج الدلو ولكن خلنا نشوف هني نلقي نظرة على التأخيرات اللي قاعدة تأخر الهجرة شوف الدولة اللي انت تحاول الهجرة لها خصوصا اذا كانت من الدول الغربية او الاوروبية عندهم نظام عندهم نظام الهجرة او قبول الطلبات تكون نظام معقد بالعادة نظام معقد ما تقدر تضع يدك على الاسباب بالضبط ولكن اللي اقدر اقول لك يا انه في اولوية هم يضعون اولوية انت لو عرفت عنها رح تقول هذه عنصرية مثلا في بعض الانظمة تفضل الشخص الاعزب بعض الانظمة تفضل الشخص اللي رح يهاجر يكون معه بعض الانظمة تفضل اشخاص ترا لتقول انه انا قتلك ولكن فعلا هذا اللي عرفت انه بعض الانظمة يكون عندها مثل الرانكينج او التصنيف الناس اللي من الدولة الفلانية مثلا الناس اللي من الصين يحصلون على تصنيف اعلى من الناس اللي من الدول العربية الناس اللي من دول اللي من اصول مسلمة او من اصول مو على اساس الدين لا على اساس الدول أكثر هذا اللي يعرفه الناس اللي من دول مثلا أوروبا يحصلون دائما على تصنيف أفضل امتيازات أفضل عند الهجرة مهما كانت هنا المعوقات اللي يضعها أمامك النظام نظام الهجرة للدولة اللي ترغب أن تهاجر له شوف انت اللي في الوسط هذا برج الدل وهذا هي كرة النجمة تحقيق الأمنية مهما طال ومهما كان الشيء مو عادل لأي كثر بطولونه في النهاية طال الزمن أو قصر مثل ما هني اندفع وتدفق سيل الفرص أمامك في حياتك الحمد لله بتدت تفرج على برج الدلو نفس الشيء في موضوع الهجرة نفس الشيء ما راح يقدرون يأخرون الموضوع أكثر من شذيء فقط بقت أيام معدودة لحين ما الله سبحانه وتعالى يكتب إرادته يعني خلاص التوقيت حين بيد الله طلع من فيه أمور فيه أسباب نأخذ بالأسباب وهما قاعدين يأخرونك أو اسمك أشوفه هنا ما قاعد يصير في الأولوية بسبب النظام اللي عندهم نظام الهجرة ما لهم ولكن في النهاية أمنيتك راح تتحقق هذا اللي أقول لك بخصوص موضوع الهجرة بخصوص موضوع الصحة عندنا عشر عشر الخماسيات كل شيء مرتبط ببعض يا برج الدلو كثرة الفرص والأموال القادمة في طريقك والنجاحات المتدفقة راح تسبب عندك تكاثر الأموال تكاثر الأموال راح يسبب عندك المبالغة في أكل شيء معين تحبه المبالغة في اسلوب حياة منصحي مثلا تاكل وايد فاست فود تاكل وايد أطعمة دهنية ما تحافظ على رشاقتك شوف هذا الشخص رشيق مو بس أنت أنت واللي حولك يعني حتى اللي حولك تشجعهم على أكل الأطعمة الدسمة الرسالة الصحية لك إنه تنتبه لصحتك تقول لي ليش تنتبه لصحتك تقوم أنت بالتغيير السيف إذا ما تستخدمه لصالحك راح يستخدم ضدك دائما هاي طاقته يجب أن تقوم بإجراء التغييرات ولو صغيرة بداية من هاي الشهر من هاي الشهر بتقول لي ليش ما أشوف عندك مشاكل صحية كثر ما إنه خفت وزنك صحة بدنك صحة أكلك راح تساعدك من أجل أن تذهب وراء تحقيق طموحاتك برج دلو أنت من أكثر الأبراج اللي انتظرت فترة طويلة كنت في الظلام انتظار 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 ما قاعد شي من اللي تبيه فالحين صار فيه انفتاح لأنه صار فيه انفتاح أنت محتاج كل ذرة طاقة تستخدمها في مكانها الصحيح محتاج صحتك محتاج قوتك عشان تروح تحقق ما يصير أنك تقعد أو تعاني مشاكل مشاكلك الصحية اللي عانيت منها خلال هاي الفترة سواء كان مشكلة مشكلة عضلات مشكلة تمزق مشكلة فيتامينات أي مشكلة تقعدك وتأثر على صحتك راح تأثر كثيرا أيضا على أموالك وحالتك المادية هنا ومشاريعك محتاج القدرة على الحركة السريعة والصحة عشان تحقق أهدافك لازم تفهم أن صحتك هي اللي تعينك على تحقيق ذاتك الأبراج الثانيين يعملون على مدى أربع خمس سنوات متواصلة عشان يوصلون أنت عندك أمامك نافذة سنة واحدة في سنة واحدة راح تقوم كأنما بكل هاي العمل المضغوط لذلك أقولك أنك راح تحتاج كل ذرة طاقة انزل الجانب القانوني خمسة الخماسيات الكوب الأول يتلوها أربعة الأكواب شوف برج الدلو في شخص استغل طيبتك استغل جهلك ببعض الأمور القانونية الأمور المادية سويت مشروعه أنت توك ما عندك خبرة مثلا في شخص استغل طيبتك أنزين وتعاملك الطيب لذلك الموضوع بينك وبينه راح يصل أو وصل حتى إلى الجهاز القضائي في الدولة أنت هناك كأنما تحس أن أنت اللي غلطان أنت اللي ملام عندك طاقة شوي خوف معارف الموضوع وين راح يروح أنا راح أقولك وين الموضوع راح يروح الموضوع والتسوية راح تحسم إلى صالحك لأن هذا الشخص وإن كان استغلك أنزين الوقائع والحقائق في كفة ولكن أنت جهلك ترى نعمة جهلك اللي راح يطلعك لأن فعلا أشوفه هنا برج الدل فعلا ما كان يدري فعلا الطرف الثاني ما وضح للحقائق ما خلا يوقعه وفاهم كامل ما خلا ما اتفق معاه قبل ما ينفذ لذلك في النظام القضائي جهلك راح يكون نعمة راح يصدقون أن أنت فعلا ما كنت تدري وصار اللي صار بينك وبين الخصم بطيب نية الأمور راح كف أو الحكم راح يطلع على صالحك أنت الكوب الأول يفوض لك أنت مو للطرف الثاني هذا الطرف اللي جرك إلى المحاكم باعتقاد أنه راح ينطس منك آخر ذرة أموال راح يستغلك لآخر قطرة أخطأ وقع فيه شباكة خاصة من حفرة حفرة لأخي وقع فيها أنت اللي في النهاية راح تحصل على النجاح والحكم يطلع في صالحك ورح ترفض حتى التسوية مع هذا الشخص بعد ما يطلع الحكم ضده راح يأتي ويقول لك خلا نسوي الحين خلا نسوي مصالحة أوكي راح أقبل الشروط القديمة راح أقبل العرض القديم اللي عطيتني يوبر جدله أو راح أقبل التسوية المالية القديمة أنت النصيحة لك أن ترفض هذا الشخص لا يجب رحمته لا يجب الوثوق لأن أشوفه شخص جدا استغلالي كان السبب في التشويش عليك وعندنا مط دائما يستغل للناس لا تثق فيه وعندما صير الكف إلى صالحك لا تعطي ولا ترحمه ولا تتعاون معه حتى أنت استغل الموضوع إلى صالحك لأن أشوف كأنما إن شاء الله الموضوع راح يكون لصالحك خلا نشوف القراءة العاطفية لبرج الدلو راح تكون عامة إن زين القراءة العاطفية المفصلة راح تتلو إن شاء الله خلال الفترة القادمة في شهر يوليو مهما كان وضعك أنت أعزب أرمل مطلق خذ الرسالة العاطفية بما ينطبق أو غيرها حورها بما ينطبق على وضعك العاطفي إن زين خلا نشوف الغزل اللي طلع لك يا برج الدلو يقول لك هذا طبعا فال شعري متخصص في قراءة الطاقة والفال نزين يقول لك هل رأيت أو رأيت أن الحبيب لم يرغب إلا في الجور والظلم وأنه نقض العهد ولم يختم للغم الذي نحن فيه فيه شخص وهو اللي في السابق أن ظلمك ولكن الحين أنت أبديت ردة فعل لظلمة وهو صد عنك في البداية أنت الحين صديت عنه وهو أهملك أنت أهملت الحين يشوفك كأنما قاعد لومك أنت يراك أن أنت اللي ظلم برج الدلو برج هوائي لا لا تظلموا بعد أنت توقع أنه رح يظلي ينتظرك كثيرا الأبراج الهوائية ما تنتظر وما تتعلق كثيرا هذا طبعها هذا عنصرها الطبيعي يقول لك فيا رب لا تأخذه ولو أنه اصطاد قلبي استياد الحمام فأوقعه ثم قتله ولم يرح حرما لصيد الحرم كان في بينك وبين هذا الشخص اتفاق وهو اللي أخل هذا الاتفاق وهو اللي تجرأ في البداية بعدين قام يلومك بعدين رد يقول لك يعني متناقض حتى في ردة فعلة تجاهك يوم مثلا يلومك كل اللوم يوم يقول لك لا أنا ما أخذك على اللي أنت سويته أنا ممكن أني أتحمل جزء من الملامة أنا أيضا غلطان أنا أيضا أتحمل جزء من هاي المشكلة اللي صارت أنت اللي أوقعت قلبي قاعد يتكلم به هذا الشخص يتكلم بلغة الضحية ولقد جفى علي يسوء حظي أما الحبيب فحاشا لله أن يتبع إلا مراسم اللطف وطريق الكرم لما يقعد هذا الشخص بينه وبين نفسه ويتذكر إشقد أن تأثيرك حلو على حياته إشقد هو يشتاق لك لما تكون طاقته فقط طاقة اشتياق ما يشوف منك الجانب اللي في البداية يقعد يلومك فيه لا يقعد أيضا يتقلب على جانب أيضا آخر ويقول لك لا أنت يا برج الدل وأنت كامل والكامل الله زين أنت لطيف أنت كريم أنت ما شفت منك إلا جميل كأنه ما سكرا دقيقة شفت لما الإنسان يكون سكران أو يذهب عن العقل الظل يتذكر فقط جانب واحد من القصة جانب الاشتياق لك هذا الشخص مشتاق لك لما يشتد به الاشتياق ما يشوفك إلا أنك لطيف وجميل وأفضل اللي التقى فيهم قبل ولكن من تقرب منه من تتعامل معه أو تعطي وجه مرة أخرى تسمح للدخول لحياتك إرد يبتدي يتنمى على النعمة إرد يبتدي يعيب يلوم يعاتب ما يعرف ظل في حياتك بطريقة صحيحة صحية تظلون في سلام مع بعض ما يعرف لأن أشوفه من يكترب أو من أنت اسمح لأنه يكترب إرد يغلط ورد دلومك وإذا ابتعد عنه إذا زديت عنه يا برج الدلو يبتدي يقول لا أنا غلطان إنت سامحني إنت اللي ما طلع منك الله طيب إنسان جدا ممتزن اللي تتعامل معه ومع ذلك كله فمن لم يتحمل ذل الحب فلن يحترمه أحد حينما حل أو ذهب يقول لك يا برج الدلو النصيحة لك إذا أنت تريد الحب لأن برج الدلو السيف طاقة العقل حقاني عقلاني تؤمن في الأمور المتزنة يقول لك ولكن الحب هنا أنت الرسالة لك يا برج الدلو الحب طريق وعر مو طريق مستقيم أبدا وسواء كان هذا الشخص أو شخص ثاني اخذع على أساس أنه تدريب كل الشخص خصوصا في الأمور العاطفية رح يتصرف بطريقة فيها عدم عدالة فيها ذل مو ذل وإنما عدم التزان خلي نقول فيها عدم أمور ما تليق بك يتصرف بطريقة ما تليق بك كل شخص بطريقة ما كل ما تعاملت معاه رح تشوف منا أمور رح تظل كأن ما هني يقول لك رح تظل أعزب يا برج الدلو إذا ما تحملت هاي النوع من التقلب في أمور الحب الحب لازم يأتي مع ثمن وهو تقلب الأحوال فيا أيها الساقي أحضر الخمر وقل للمحتسب لا تنكر حالنا فلم يكن لجم مثل هذا الجام هذا البيت جدا عميق في المعاني ولا أكثر من معنى رح أفسر المعنى الأغلب وانتو خذ الرسالة بما يناسبكم فيا أيها الساقي أحضر الخمر وقل للمحتسب لا تنكر حالنا فلم يكن لجم مثل هذا الجام الشخص شوف أول شي الرسالة إن اللي ينظرون إليك أنت من بعيد يا برج الدلو يقللون من ينظرون إليك نظرة دونية يقولون شوفوا برج الدلو ما يعرف يظل في علاقة عاطفية بدون ما ينفصل ما يعرف شوفنا احنا كلنا متزوجين وبر الدلو لحد الآن حالة الله أعلم فيه في شي عند برج الدلو يخليه لحد الآن ما رتبط ومارس على شريك شنو الشي يقول لك لا تنكر حالنا أو هما الغلطانين إن يستنكرون حالك ليش لحد الآن ما عندك شريك أو ما رتبط وما كذا وكذا وكذا الناس اللي متزوجين يقعدون معاك يعطون مثلا هاي النبرة نبرة اللي كلنا تزوجنا لش أنت ما تزوج كلنا مرتبطين لش أنت ما عندك حبيب يقول لك فلم يكن لجم مثل هذا الجام جم هو الملك جمشيد في بلاد فارس القديمة اللي اشتهر عنه إن عنده كأس يرى فيها أحوال العالم شفت شرون الكأس الكورة الكريستالية اللي نرى فيها أحوال العالم وهو كان الأسطورة إنه كان عنده كأس يشرب فيه النبي لحد ما يسكر وبعدين عن طريق النظر في هذا الكأس كأنه ما يسوي فال لنفسه ينظر إلى الكأس ويرى في أحوال العالم يمكن جزءا من الأسطورة صحيح يمكن كلها غلط الله أعلم ولكن اللي إحنا مستفيدين منه برج الدلو هو ماستر أو رئيس قائد القطيع الهوائي الهواء طاقة العقل طاقة الإدراك طاقة المعرفة العلم العلم برج الدلو يقولون دائما صعب أنه ثبت في علاقة ما يبقى ما يثبت لأنه يعلم الملك جمشيد كان عنده كوبيرة فيها أحوال العالم الآخرين يدخلون في علاقة ويتزوجون وغيرها عندهم جزء من الجهل لحد الآن مو مكتشفين من بالضبط شريكهم ما هي طبيعته ما هي حقيقته برج الدلو يكتشف من أنت في خمس دقائق أو أقل فما يحتاج يلف معاك هاي اللفة الطويلة العريضة وظل سنين مرتبط فيك يتزوجك يدخل معاك في قصة حب عشان يكتشف حقيقتك لذلك بسرعة يأخذ قرار بخصوصك بسرعة أما يبعدك عشان تريد أيضا الشخص اللي أنت قاعد تتعامل معاه حاليا مضطرب معرف يتعامل معاك بسرعة كأن ما تبعد فيتوب وترجع فيرجع لعاداتها القديمة ولكن هذه الرسالة للأشخاص اللي يلومونك أو يحاولون يحسسونك أنك مو على مستوى من الأهلية للارتباط مثلهم أهم اللي في جهل أهم اللي أخذوا أو دخلوا علاقاتهم ومو بالضبط فاهمين من الشريك اللي ارتبطوا فيه أنت لأنك عارف طبيعة الناس عارف الحقائق وبسرعة تكتشف من هو الشخص اللي أمامك ومسكين ذلك السالك الذي لم يأخذ طريق إلى حرم الحبيب فقد جاب الوادي ولم يتبين الطريق إلى باب الحرم أنت هنا تنظر لهم على أساس أن أهم المساكين وأهم ينظرون لك أن أنت المسكين كل واحد يقول للثاني أنت اللي غلطان أنت اللي مفاهم أنت اللي ما تشوف الصورة اللي أمامي أهم يشوفونك أنت اللي مسكين ولكن حقيقة أهم هذلين الأشخاص اللي يستنكرون حالك أهم اللي في جهل أهم اللي مفاهمين أن اللي أمامهم يشوفهم بأشعة الإكس ري أو الأشعة السينية بدون حتى ما يضعهم تحت الأشعة هذا برج الدلو أخذكم من الآخر وعرفكم لذلك ما يرح يظل يضيع وقته في علاقات عاطفية على الفاضي فيا حافظ احرز قصب السبق استبق أسرع والتقف كرة الفصاحة فلا فضل للمدعي ولا خبر له بها أو دراية بالضبط يعني كأنما طلعنا من وضعك مع الشريك ودخلنا في وضعك مع الأشخاص اللي يستنكرون حالك خل ردك دائما جاهز لهؤلاء الأشخاص لا تسكت ولا تتجاهل ولا حتى تتجاوز عن كلامهم استبق كرة الفصاحة خل دائما ردك جاهز لما يقولوا لي ليش أنت مرتبط قلهم هل أنتو مرتاحين في ارتباطكم أنتو لما أقعد معاكم لحد الآن تقولوا لي ما نمتو بما فيه الكفاية مو مرتاحين الزواج في أفضل حالات مسؤولية فأنتو على إيش تلموني لكم شي عندي هل أنا إذا ارتبط أو ما ارتبط يأثر على مستوى سعادتكم بيقولوا لكم لا ما يأثر كرة الفصاحة الفصاحة هو الرد اللي يأتي من منطوقك الخاص يا برج الدلو وهو منطوق السيف الحقائق العلم مو كرة الرأي أو كرة الشغف لا الفصاحة تأتي من علم فلا فضل للمدعي محد لشي عندك يا برج الدلو لا تفكر في نظرة الآخرين لك لا تستعجل حتى أن تدخل هذا الشريك أو غيره تسمح لهم بالاقتراب مرة ثانية لحياتك لأنه في أشخاص يعجلونك يحاولون حتى يحسسونك بالنقص لأنه أنت الحين لحد الآن مرتبط مثلا أبدا لا فضل للمدعي ما حد لشي عندك ولا خبر له بها أو دراية أنت تزوجت ما تزوجت سعيد أو تعيس مهما كانت حالتك الاجتماعية هاي الأشخاص ما رح يدرون عنك أنت الوحيد اللي تقدر توزن سعادتك فقط هم مجرد يقعدون معاك يستنكرون حالك يعيبون لأنه يحسون بالنقص داخلهم مجرد رفلكشن أو رفلكشن قاعدين يعكسون حالهم عليك فما عليك أوكي أشوفك في وضعك العاطفي بالعكس قاعد كأنما تدرب الحبيب على الأسلوب الصحيح للتعامل معاك عليك برج الدل وهذه سنة ترجمة نانسي قنقر